أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد قلبهم سيقلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفره المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم قافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلغاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا وشد منهم قوة وأساروا الأرض وأمروا أكثر مما أمروا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمكم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم إذا يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روزة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولغاء الآخرة فأولئك في العذاب مهذرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السمابات والعرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتا وكذلك تخرجون ومن آياته ينخلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف والسنتكم وألبانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنار وامتغاؤكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وتمأا وينظل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون يرجى هو ربؤا ماء وهو من في السماء وارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحوان عليه وله المسل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مسلا من أنفسكم حلكم مما ملك ديمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سباء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسل الآيات لقوم يعاقلون بل اتبع الذين زلموا أهواءهم بخير إلم ومن يهدي من عزل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجعك للدين حنيفة فترة الله التي فترى الناس عليها لا تمدين لخلق الله ظالك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا السلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس زر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاغهم منه رحمة منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناكم وتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تسبهم سيئة بما قدمت عيديهم إذا هم يقنتون أولا يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل والك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك أم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجع الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجعك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم الله وما مرد له من الله يوم إذا يسدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فذله إنه لا يحب الكافرين ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات وليضيقكم من رحمتي ولتجري الفلك ولتجري الفلك بأمري ولتبضعوا من فذله ولعلكم تشكرون ولقد رسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نسر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتطير سحابا فيمسته في السماء فيمسته في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوضع يخرج من خلاله وإذا ساب بي من يشاء من عباده إذا هم يستمشرون وإن كانوا من قبل أن ينظل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتا إن ذلك لمحيي الموتا وهو على كل شيء قدير وَلَئِنَّ ارْسَلَّا رِيعًا فَرَأَوْهُ مُسْفَرًا لَذَلُوا لَذَلُّوا مِنْ مِنْ بَعَدٍ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِئُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِئُ صُمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِي عَنْ زَلَالَتِهِ مِنْ تُسْمِئْ وَإِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ الله الذي خلقكم من زعف ثم اجعل من بعد زعف قوة ثم اجعل من بعد قوة زعفا وشيبا الله الذي خلقكم من زعف ثم اجعل من بعد زعف قوة ثم اجعل من بعد قوة زعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الصاءة يغسم المجرمون ما لبث غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا الإلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفأ الذين زلموا معزرتهم ولا هم يستعتبون ولكن زربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاسبر إن وعد الله عقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهب الحديث ليزل عن سبيل الله بقير إلم ويتخذه زبا أولئك لهم عذاب مؤين وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وأدى الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بقير عمد ترونا وألغى في الأرض رباسي أن تميد بكم وبس فيها من كل دب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم حذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في زلال مبين وقد آتينا لقمان الحكمة أنشكى ونشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله قني حميد وإذا قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عزيم ووسينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وانفصاله في عامين وانفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المسير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتعهما وساهبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا إن تكم ثقال هبة من خردل فتكن في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لتيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف فانع عن المنكر واسبر على ما أسابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحبك لكل مختال فخور واغصد في مشيك واغزز من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباتنا ومن الناس من يجادل في الله بقير إلم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب صعير ومن يسلم وجعه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله آقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبعهم بما عملوا إن الله عليم بذات السدور نمتعهم قليلا ثم نزترهم إلى عذاب قليز ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثركم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة علام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا معسكم لا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والغمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ولك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباتل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل سبار الشكور وإذا عشيهم موج كالزللي دعوا الله مخلسين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم معتسد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن الوالد أن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يقرنكم بالله القرور إن الله عنده علم الصاءة وينذل القيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب قدر وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله علي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنظيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنظر قوما ما أتاهم من نذير من غبلك علهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والعرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأعز ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مقداره ألف سنة مما تعدون ولك عالم القيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من تين ثم اجعل نسله من سلالة من ماء معين ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السمع والأمسار والأفئد قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا زللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء رب كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبسرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فازوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وازوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بآخروا سجدا وسبحوا بهمد ربهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المزاجئ يدعون ربهم خوفا وتمأوا ومما نزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستبون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لكم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنضيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن عزلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرز أنا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل واجعلنا منهم عيمة يحدون بأمرنا لما سبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم الحيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما حلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرز الجرز فنخرج بي ذرع نتأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبني منسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون وأعارذ أنهم وانتذر إنهم منتذرون صدق الله علي الرازيم